بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنكمل الكلبة احنا هنا لو بصينا في المناطق تيه هنلاقيها عاملة زاوية حدا احنا عايزينها تبقى بتدويرة فهنا لو بصينا على الاج هنلاقي فيه اج كتير مالروش اي لازمة فهنعلم على الاج المالروش لازمة ونعمله ندليت بالشكل دوت وهنا برضك في ممكن ندلة ثلاثة اج دول مالروش لازمة نبص كده على الشكل بتاعنا هنلاقي خد التدويرة اللي احنا عايزينها نيجي من ورا هنلاقي برضك واخد زاوية حدا فهنمسك الاج دوت ونمسحه وممكن نبص هنا برضك دوت ونمسحه دول مالروش لازمة مالروش لازمة ولو بصينا من تحت هنلاقي الشكل فيه مخمسات ومثلسات فعشان نزبطي الحكاية دي هنخش جوه على الاج ونمسك الاج ده والاج ده ونمسحهم بالشكل دوت وهنا برضك نفس الحكاية ونمسحهم والله احيز كده الشكل كله بقى عندي مربعات ممكن ناخد الاتنين وندوذ من الكيبورد محرقهم لحد هنا كده الشكل بقى مظبوط عندي نخش ندوذ ثلاثة هنلاحز ان الحتات دي داخل الجوه فهداية ممكن تيجى عن طريق ان انا امسك الاج دوت بشكل ده ودوس ار من الكيبورد وعمل له روتيت وحطه في المكان اللي انا عايزه وعمل له روتيت اكتر وازبطه في المكان اللي انا عايزه ممكن كمان امسك الفرتكس اللي هنا واجبه هنا بالشكل دوت وبردك نفس الحكاية هنا نحاول يعني نزبط الفرتكس بتاعتنا على قد ما نقدر نبص كده على الشكل لاحظ ان هو مظبوط جدا وهنا المنطقة دي واخده تدويره وبردك المنطقة ديت ممكن دلوقتي نمسح المرتبة ونعملها من اول وجديد عشان الشكل يتغير فنمسك الفيس ونعمره من اول وجديد قبل ما نعمل كده ندلت المنطقة ديت ونعمل دبل ميرور للجزء الايمن دوت الناحية التانية فندوس فيس ونمسك الجزء دوت كده وندوس دلت من الكيبورد وبعد كده نخش على الفرتكس واني جي هنا نخلي الفرتكس كلها على خط واحد وندوس W نخليها على المحور بتاعنا وبعد كده او امسك الوبجيكت واقول ميرور جيوماتري واقول له عايزة على السالب X ودوس اوكي وطبعا احنا عرفنا الحكايه ديت الفرتكس معمل او ميرش فنخش على بولي ميرور وندوس هنا .001 ونشوف وردك فيه مناطق لسه فممكن نقول .0001 بالشكل دوت نلاقي تلاع معانا مزبوط بعد كده ممكن نمسك فاس نمسك الفاس نمسك الفاس دول وندوس كليك يمين عليهم مع كنترول ندوس من الكيبورد كنترول وكليك يمين وباقي نقول جراو سيليكشن نمسك 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 ونمسك نمسك 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 ندوس ثلاثة من الكيبورد نلاقيها بالشكل ده طبعا الحواف عايزة تدعم أكتر فممكن دلوقتي نعمل انسيرت اجلوب طول هنا بالشكل دوت وممكن أبع كمان كده وهنا برضك ممكن في الخلف ممكن نعمل واحد هنا بالشكل دوت وممكن هنا كمان نمسك الوبشيك بتاعنا ندوس ثلاثة من الكيبورد عشان نشوف وندوس وممكن نديره اسكيل أكبر شوية ننزله لتحت أكتر ندوس نمسك الاتج وننزله لتحت عشان يبين انه هو يبين ان هي مسنودة فعلا على الكلبة المرتبة بتاع الكنبة ودلوقتي ممكن ندليت هستوري سنتر بوفيت فريس ننصغر حجمها شوية 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 نقلل الفيسز ونرفعها أكتر خلص احنا عرفنا هبدأ دلوقتي بعمل المخدات اللي هي ديت أو الوسائد اللي محطوطة على الكنبة فابتديها ب بوليجون كيوب بوليجون كيوب بالشكل دوت ممكن نقلل العرض شوية وهنا نقول نزود نغليه اثنين ونضوز كده ثلاثة هنلاقيها بالشكل دوت ممكن نمسك الاتج نقبره شوية نبسك المخده ونصغرها بالشكل دوت ولو بصينا نلاقي أو المخددية واخد التربيه على عدية ما فيش اي شغل بالشكل دوت نقبرها زي ما احنا معايزين ونحطها في المكان بتاعها اعتقد بالشكل دوت هي مظبوطة بالشكل دوت كده نبدأ نعمل المخده الشكل التاني فممكن بردك هنبدأ بكريت بوليجون كيوب هنبدأ بكريت بالشكل دوت بالشكل دوت وبردك هنصغرها شوية ونخش على الدفيجن بتاعه بس هنخليها المرة دي تلاتة الاتج اللي في النص ونعمل له تكبير كده ممكن نمسك الفيزة ونعمل له تكبير كده والفيزة ونقول اكسترود لقوة بالشكل دوت كريهو ونضموهم كده شوية بالشكل دوت بعد كده نشيل اللي هنا بالشكل دوت ونضوز ارمي كيبورد ونعمله كده ندوز سريعة نشوف الشكل انها اليها ممكن يبقى اكتر كده ونبذيك دوت نحاول نحاكي الصور اللي عندنا على قد ما نقدر وناخد وناخد الفرتكس دول ونشيل منهم اللي جوه ونعمل كده بالشكل وكده فممكن دلوقتي نعمل منهم ناخد منهم كوبي يبقى ندوز على اول ما اخدنا ونقول كنترول دي ونيجي هنا ونقول ديت سوري سنتر بوفد فريس وندوز بالشكل بالشكل ونعمله بكلمة سالب واحد عشان نقومه الناحية الثانية وبالكده نجيبه في المكان دوت بكلمة وبردك دي كنترول دي ديت السوري سنتر بوفد فريس سالب واحد بالشكل دوت ممكن ناخد دين كنترول دي وعايزين نجيبه هنا ممكن نيجي عنده كله ونديله كيام زيرو وبعد كنا نطلحها عشان تبقى مستقيمة بالشكل دوت نحطها هنا نرفع حلف أكتر ونخليها بالشكل المائي الدوت ونخليها ممكن ناخد الاثنين دول ندخلوا منها أكتر ونعملها شوائية في المخدد أكتر ده الاثنين دول الشكل مقبول بتاع المخدد ولو بصينا هنا منلاحظ ان الحتة دي معمولة هتدخل الجوه ودي خرج ودي دخل الجوه بردك ودي خرج البرا فهنعلم عليها وهنعلم كمان على المرتبة بتاعتها وندوس كنترول من الكيبورد ونسايف العمل على كده وبعد كده نقول من الاتس ونبدأ ندي الاتس الكيام اللي احنا عايزينها وليكن كده خمسة وكده خمسة بردك وندوس الاتس ونيجي من الأعلى دوت ندوت سابله وننزله سنة صغيرة وبعد كده ننزل الاثنين تانين شوية بالشكل دوت هني وصل دلوقتي للمنطقة ديت اعتقد المنطقة ديت يعني شكلها مش حلوه وان هي تتعمل بس انا اوضح الفكرة بردك علشان لو حابب تعملها او كده بس انا عن نفسي مش عاملها ديت اتوب عبارة نفس الكلام اللي احنا عملنا هنا احنا عملنا هنا الخط دوت مكانش باين اعملنا فيدس الزول وعملنا لهم اكسترود aniu باينة فيدس زول احنا عندنا فيدس موجودة هنمسك مجموعة الفيتي لهنا وlanسيب دول ونق Bear هنعمل لهم اكسترود هنمسك الباقيين نعمل لهم اكسترود ونخلي فيها شوية اكتر. آآ وهي كان طريق ان احنا نمسك الفيرتكس ونعمل لهم تحريك اكتر. وبعد كده لو عوزنا نعمل الكلام ده وبرضك هنا. يبقى هنمسك الفيسس دول مجموعة الفيسس دول ونسيب هنا ونمسك دول ونسيب هنا ونمسك دول ونعمل لهم اكسترود للخارج وبعد كده نمسك مجموعة الفيسس التانية. وهكذا لعد ما دينا الشكل اللي احنا عايزينه بس انا شايف ان كده شكلها اجمل واحسن باقي حاجة واحدة بس ان احنا نعمل رجول صغيرة لها وده هيجي عن طريق السيلندر فانقول كريت بولجون سيلندر بالشكل دوت طبعا هي فيها ديفيجين جتير احنا مش محتاجينه عشرين احنا ممكن اني خليه تمانية بس ولو لاحظنا في الفوق بتتاكتف من فوق فيه مسلساس فنخش على ال اج بالشكل دوت ونمسك مجموعة ال اج دول نقول لهم ديلت هنلاحظ بقى عندنا الشكل دوت لها هندعم الحواف عشان لما نيجي نعمل اسموس بالشكل دوت وبعد كده هنمسك الفيسيز اللي هنا ونقول لهم اكستروت بالنسبة زغيرة اي بان دين الشكل ده لو دوسنا تلاتة هنلاقي الشكل اللي احنا عايزينه فعلا نبدأ نعمل له اسكيل ونحطه هنا وندوز كنترول دي ونحطه هنا نشوف كده الشكل النهائي للكنبة خلاص كده احنا خلصنا كل حاجة ناخد كل الوبشيكت بتاعنا ونقول له كنترول جي وكده خلصنا الدرس بتاع الكنابة اتمنى اكون افدتكم ولو بمعلومة صغيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته